اهلا بكم مشاهدين الكرام هنا يعني نلتقي بكم اليوم من قرية راس كركر إلى الغرب من مدينة رام الله حيث يطلق أهالي مرضى السرطان مناشدتهم للحكومة الفلسطينية ولوزارة الصحة أيضا بإعادة التحويلات لاستكمال علاج أطفالهم في الداخل المحتلة حيث أن هذه الحالات تحتاج إلى متابعات دائمة وبأوقات محددة حتى يستطيعوا أن يستكملوا علاجهم في الداخل المحتلة نلتقي بأحد أولياء الأمور يعطيك العافية أزيدك عافية أختي أنت والد يامن هو أحد المصابين خبرنا عن حالته ويقاف التحويلات كيف يؤثر على حالته يامن من 3-9-2014 أخذنا على مجمع فلسطين الطبي وتبين معاه أنه مرض السرطان فبناء على هذا حولوا على مستشفى تلها شمير بالداخل دخلنا المستشفى طبعا في نفس اليوم في 3-9-2014 ولحد الآن يامن بتعالج فيها يامن سوى زراعة نخيع سوى عمليتين في إجراء ولحد الآن يامن بستنى في عملية جابوا لجهاز من أميركا من 27-7 إلى 2019 الجهاز بستنى في ابني يزرعوا لياه في إجراء عشان صارت إجراء شمال أكثر من اليمين 17 سنتي طيب إذا كان من 2017 موجود؟ من 3-9 إلى 2014 نعم 3-9-2014 حتى اليوم ما الذي يعيق إجراء العملية وزرع الجهاز؟ الجهاز جابوا لي في 27-7 إلى 2019 عشان يزرعوا للجهاز في إجراء هنا العملية بتكلف مبلغ عالي فالدكتور هيثم الهدري والدكتور محمد اشتية أنا اتوجهت لجميع منهم للشرطة، للمحافظة، للرئاسة اتشيل بكلك خذها على دكتور عن مقاصد دكتور اسمه مأمون اتوجهنا للدكتور هذا الدكتور هذا بكلك ابنك ضيلة أربع عمليات قلت لنا دكتور برضو في النهاية ابني مش حقل تجارب في تلها شمير بيحكوا لي ابنك ضيلة عملية الدكتور مأمون بكلي أنا بدي أقول لك شغلة وتكون خاصة بقول لك تفضل احكي بكل أنا بكلك إياها أنا بسوي العملية بس إذا إلك واسطة في السلطة الفلسطينية خاطيتك في ركبة يخذ ابنك يزرعوا للجهاز في إجراء غاد روحت لدكتور أكبر مننا برضو كان يديم في المقاصد حكيت لدكتور رستم النمري حكيالي بسويها بس أنا بنصحك إذا بسويها في مستشفى إسرائيل جوة سويها حكولي بروع على الأردن اتوصلت مع ناس في الأردن وتوصلت مع دكوتر بروفصورية في الأردن وفي تلها شمير حكولي برضو بتتعمليش غاد والجهاز بيستنى في إبني إلى زي ما حكيت من سبعة من سبعة وعشرين سبعة لألفين وتسعتاش ولحد الآن يامن بروع على كرسي متحرك على المدرسة اللي أعطيها الدكتور ليلى غنيام بعد ما أدر وجهت الدكتور ليلى غنيام ست ساعات وأنا أستنى عشان تشوف تبحث لنا موضوع التحويل لأنك لازم أوليش تروع على المحافظة ولا واحد تطلع علينا آخر شي بيطلع المرافق بكل أحكي لك إياها صراحة اللي بحلوا في السلطة اللواء ماجد فرج وحسين الشيخ كل الاحترام للواء ماجد فرج اللي حللنا المشكلة كبل المرة هاي اللي اعتصامنا باب المقاطعة فإحنا بنطالب من الجميع مش بس أنا بابني أنا على ابني أنا بحكي من الجنوب للشمال السلطة وكفت جميع التحويل القلب الكبد السرطان سرطان العيون في الخليل في سلفيت في جنين في طول كرم في بيت لحم في قرانة في منطقة رمالله السلطة وكفت جميع التحويل إحنا بنا بناش إشي منهم رجعوا أولادنا يتعالجوا زي ما كانوا يتعالجوا وما بنا إشي منهم هذي ما طالبنا نعم شكرا لك سنتحدث مع يامن يعني يامن كيف حالك؟ الحمد لله أي صف انت صف رابع كيف المدرسة؟ حلوة إيش اليوم بالطالب يا يامن؟ طالب أني أرجع أتعالج في المستشفى اللي أنا فيها عشان أنا من حقي أمشي زي العالم بدي أمشي يعني بدي أصير أسوي أي إشي زي بسوي الإنسان العادي أنا يوم ما قال الدكتور هو إن ابنك إلا أربع عمريات أنا حسيت حالي كأني بتاع التجارب مستحملتش دي شما دي أمشي أبويا عصبر حاليم يخليني أرجع حالي أريد أن أخذ منك بسحالي يخاف بسحالي وإذا لم أط myślę ليس تعتبر يجعلوني ليش 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 أنا من حقي أمشي زي العالم للناس أه 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 حالي أه 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 شو بدك تقول للحكومة اليوم؟ إنهم يرجعوا لتحويلتي عشان نرجع على المستشفى اللي بتعالد فيها ألف سلام عليك يا يامن دموع يامن اليوم تتحدث عن هذه المأساة الكبيرة التي تعاني منها العائلات في قطع التحويلات حيث لاستكمال علاجهم في الداخل المحتل يامن تسببت العملية أو استقصال جزء من جسده بعدم مقدراته على المشي بشكل طبيعي بالتالي هو يستخدم كرسي متحرك في الذهاب إلى المدرسة والعودة يامن يحلم بتركيب هذا الجهاز عبر عملية التي وعد فيها والجهاز متواجد منذ العام 2019 لكن تكاليف العملية والتحويلة لم يحصل عليها يامن حتى يستطيع العودة للمشي مجدداً وممارسة حياته الاعتيادية سنتحدث أيضاً مع جدة يامن لي يعني أيضاً تخبرنا عن رسالتها اليوم يعطيك الصحة يا حج أهلين يا حبيبتي يعني يامن أبكانا جميعاً وإن شاء الله بحصوله على التحويلة خبرينا اليوم رسالتك أنت اليوم الله يشفي كل المرضى يا حبيبتي يشفيهم ويعفيهم يا الله بنطلب إنهم يجبوا لها يعطوا التحويلة إنهم يسعفون بهالحالة اللي هو فيها مكطمة من كلوبنا ما بيعلن فينا غير الله يا حبيبتي نطلب من الرئيس واللي تشل الدنيا إنهم يشافوا هالشسمة يجبوا لها التحويلة ونفتش من هالشغل أحنا يا حبيبتي هذا هو يشفيهم ويعفيهم تلي المرضى مش إبين لحالة تلي الناس وتلي الولاد وتلي المريض الثغير والتبيري حبيبتي هذا اللي بكر فيها أنا إن شاء الله شكراً لك يشفيهم ويعفيهم يا الله إن شاء الله أيضاً هناك عائلة ملاك يا تيك العافية ملاك هي أحدى المصابات أيضاً والتي تعافت ولكن تحتاج لاستكمال علاج خبرينا عن أكثر من مرة تم قطع العلاج عنها ويعني الأثار التي يمكن أن تحدث عليها في حال انقطع العلاج إذا انقطع عنها لعلاج رايحة تسوء حالتها يعني وتقريباً إحنا في آخر المشوار يعني خلصنا فبس بتحتاج لفحوصات لعمل فحوصات كل شهر وعلاج إننا نجيب لها دواب تشرب للأدوية وإذا ما فيش تحويلات ما فيش لها علاج فبدأ هتعاود السوء حالتها يعني بعد ما الحمد لله رب العالمين صارت منيحة ونطلب إنهم يرجعوا التحويلات مش لملك بس لجميع المرضى لإن في ناس زي ملك وأصعب من وضع ملك وبدهم تحويلات ولو في إلهم علاج هان إحنا مش حابين ننزل على الداخل لو في إلهم علاج هان ما حولونا إلهم على الداخل نعمل إلهم الإلاجات والزراعات هاي شكرا لك يعني سنتحدث مع ملاك ملاك كيف حالك؟ الحمد لله بأي صف أنت؟ ثاني طيب ملاك احكيلي إيش بالطالب اليوم؟ يعني إرجع التحويلات مشان يصير وضعي أحسن نبطل إن دعاء المستشفى كل يارتنا وبتمنى إننا يرجع التحويلات أحسن مشان نبطلوا على المستشفى ونرجع أحسن زي الأول شكرا لك تصيري باستكبار يا ملاك؟ تصير دكتورة شكرا لك تصيري دكتورة؟ مشان أعالج المرضى شكرا يا ملاك يعني هذه أمنيات أطفال يعني تتمنى أن تصبح طبيبة حتى تعالد جميع المرضى لكنها اليوم يعني لا تستطيع الحصول على تحويلها لاستكمال علاجها كطفلة من وزارة الصحة أيضا عائلة أخرى يعطيك العافية أهلين الله يعافيك أمهاني أنت من الناس اللي طرقوا يعني لديك ابن مصاب والحمد لله هو في يعني يستكمل علاجه ولكن يعني وقف العلاج ماذا يعني لكيك؟ يعني مش أول مرة بوقف العلاج هم مش ثاني مرة ولا ثالث مرة ولا رابع مرة يعني أنا إلي سنتين ونص كل شهر بروح بعيط عشان أخذ التحويلة كل شهر بروح أصيح ومعناش واسطة ولد معه سرطان في الدم وقف علاجه بعد ما أنا الحمد لله رب العالمين ابني يعني عدى المرحلة الصعبة يعني أنا ابني الحمد لله رب العالمين هسا بأخذ كما هو عن طريق الثم ولما أوقف العلاج أنا وأقعد في الدار شو رح يصير لابني؟ رح يبعد الشار يرجع حالته تسوق زي أول وأنا بديش أشوف ابني برجع حالته زي أول يعني أنا عن حالي لو بضل واكف 24 ساعة بشوارع رمالله أدافع عن حق علاج ابني ما رح أسكت هم بيعرفوني أصلا ما نسوني تركت يا أبواب ما سؤليني تركت جميع الأبواب رحت عشتية ما نسوني على رئاسة الوزارة رحت والله رحت أصيح كانت الدنيا رمضان علي لغنام رحت ما شفوني ولا استقبلوني ما شفوني صاروا يصيحوا علي ما حد شفني رحت لفيت مش أول مرة بلف أنا ما عندي واسطة أنا بدهم واسطة أنا ما عندي واسطة أنا معي رب كريم ومعاي ولادي أنا يعني توقم كيف يعني بديش أعالج هاني يعني بدهم يحرموا واحد من واحد ما حد شف هاني وهو يخد كماوي لما كان يحكي لي ساعديني يا تحرير ما كنتش عارف شو أعمله أنا ابني بعد ما صاري منيح الحمد للرب العالمين ترجع حالته تسوق لا والله ما رح أسمع فال إشي ومش بس ابني مليان مرضى الخليل نابلس طول كريم أطفال غزة بتموت لسه إحنا منقدر نجيب ونعمل ونوقف غزة مش لك يا إشي أطفال غزة بموتوا أنا كدام عين الشباب بتموت شو الحل لأ بدنا 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 حل يا مسؤولين يا يا أكبار يا أصحاب الكراسي يا مين مكان أي حد يا حقوق الأطفال وين حقوق الإنسان وين أي حد بنظر في الرحمة أنظر الرحمة لأطفال مرضى السرطان أطفال مرضى القلب أطفال مرضى الكبد أطفال زراعة الرئة المرضى المرضى بشكل عام من حقهم إنهم يتعالجوا وين ما كان في العالم حقوق الإنسان إنه ممنوع الطفل يترك بدون علاج ممنوع أنا بيوم من الأيام مضيت وركة إنه هاني ممنوع يكمل علاج لما انضغط علي الدكتور هي ثم الهدري إنه خدي تحويله بس امضو إنه ابنك ممنوع يكمل علاج وأنا وقعت تحت الضغط والله وقعت ليش يعني ممنوعي يكمل علاج لأنه أنا يلا بدكت هذا الشهر بدكت تكمل علاج كما ولأ ابنك بس وقعي إنه ابنك ممنوع يكمل علاج بالداخل أو يمكن إنه السحة لن تعطيه تحويلات أخرى قصده ليش رح نعطيك بعد هاي التحويل إلا إذا رحت عمستشفيات أضفة أنا لأنه ابني كان له في له جلسة وقعت وقعت تحت الضغط هل في علاج في مستشفيات الضفة لحالة ابنك؟ لو في علاج لمرضي السرطان في مستشفيات أضفة ما بيحولونا عنه أنه علاج عنه أنه أي مستشفيات بتحكي أنا هاني ابني لف مستشفيات أضفة كل・・・ عنه أنه امستشفيات بتحكي يلا عطوني طب إنتوا يلكم بتطالبوا سنين انه نقطع الى قطنة بالداخل طب اعملوا لنا مستشفيات زي مستشفيات الداخل طب جيبوا لنا دكاطرة زي دكاطرة في مستشفيات الداخل صح ولا لا عن اشو عن مين بتحكوا انه مستشفيات وين هين اعطوني مستشفى ليش احنا لازم الناشد ليش احنا الاميات لازم يطلع لصيحن ويصرخن عقبال الوزرات عشان علاجوا ولادهن ليش يلا وين بتصير في اي دولة في العالم الام بتطلع تصرخ عشان ابن هيتعالج عشان يواخذ ابنى كيماوي انا مش بحكي ابني يوخذ مية حلوى او يوخذ عصير ابني كان يوخذ كيماوي 24 ساعة يتركب في ايده هنا هنا الجهاز كان محطوط عنده في القلب كان الجهاز يوخذ الكيماوي من عن طريق هين وين في اي عالم ليش ليش هاني ومش بس هاني وليش مرضى ليش مليان مرضى ليش مرضى غزي بيموتوا ليش مرضى الخليل مش لكن حد يسعدهم ليش مرضى جنين ليش مرضى طول كرم ليش مرضى تضفك ليش مرضى فلسطين ليش أطفالنا بتموت ليش أطفالنا بتموت ليش ليش أطفالنا بتموت ليش لأنه إحنا مشلاكين حد يوقف معنا طب ليش وين حقوق العالم وين حقوق الإنسان وين حقوق الطفل أنا بدي ابنية عالج أنا ما رح أسكت أنا منش طالب إشي أنا لا بدي مصاري ولا بدي واسطة ولا بدي شغل ولا بدي إشي في الدنيا أنا بدي ابنية عالج ويكبر كدام عيني لإني العني والله عيني ينشفن والله عيني ينشفن حتى شفت هاني مني انت ما شفتش هاني ابني كان شعره للهينة ابني نزل كل شعره بحضني في المستشفى ابني نزل شعره بحضني انا لما كان هاني يحكي لتحرير كومي ساعدين ما كنتش عارف شو اساوي له هذا كان يحكي معي وروحي لي اخوي انا بديش ارجع لهديك الايام اروح الان في اسرائيل خلاص انا بدي ابني طيب بدي اروح اجيب التحويلي يعطوني اياها بكرامة مش اروح انkeeping اذا لو انا اشحد في تحويلي انا بدي تعويلت بكرامة بكفت ابنا احنا شعبة ابنا احنا اميات المرضى تعبنا احنا اهالي المرضى تعبنا احنا من ناشد من ناشد فش منترك البواب بس محدة بسمعنا محدة بسمعنا يختي من مرة ماحدة بسمعنا والاعلام وكل الدنيا محدش احنا مننزل مناشدات بس ما في اعلام بتدخل فينا بيجي علينا ما بعرف يمكن بخاف ويمكن لحد المرضى محدش بتدخل طب ليش وين حقوق المرضى اقل حق لمريد السرطان انه يتعالج ويعيش مش لمريد السرطان انه ينترك ارحمونا ومش بس السرطان انا ما بطلب انا عن ابني انا مش انا ابني قرب ان شاء الله انه منخلص يعني وابني الحمدلله منيح انا مش عن ابني بحكي انا بحكي عن كل المرضى القلب المفتوح يعني هس هم بحكوا بنا نعالج قسم قنطرك قسم يعني انه القلب المفتوح. اي عمليات. اي زراعة الرئة عمليات. كل هاد بدو مش."الجوه. طيب واندهم رح يتعالجوا هادول الاطفال. واندهم رح يتعالجilahاطفال. والمرض المرض شكل عام المرض المزمن المرض الخطير وانا رح نعالجو لما فيش عنا بتضفي. فيش عنا بتضفي علاج وفيش عنا دقاترة. فيش عنا طب. وفيش عنا اي اشي في الدميا بعالج المرضى. ولنا ارحśl qualifyولادنا. فبدنا نوقف بدنا نوقف بإيد من حديد إحنا وأهالي المرضى قدام الظلم قدام توقيف التحولات أمام أي إنسان بيحكي إنه الأطفال ممنوع تتعالج إنه الشباب ممنوع تتعالج إنه البنات ممنوع يتعالج كله بده يتعالج بإذن الله لأنه حقهم حقهم شفتي يا من والله العظيم حرك كلبي دموعه حركين كلبي من حقه إنه يمشي زيه زي باك الولاد من حقها إنها تكبر وسير دكتورة من حقه إنه يكبر مع أخوه ومع أخوته وبدش أرجع للكيماوي أنا من حقنا إننا نتعالج مش من حقنا إنه نظل نروح نصرخ ولما نروح نصرخ عندش تي محدش بسمعنا خلص بكفة بكفة بدنا نعيش بكرامي والله بدنا نعيش بكرامي بكفة بكفة اسمعونا بكفة خلص شكرا لك يعني كما سمعتم مشاهدين هذه المناشدات العائلات والأطفال أيضا الذين يعني يناشدون الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لاستكمال علاجهم يعني يامن الذي بدأنا به والذي تحدث حتى عن إرادته بأنه يريد فقط أن يركب هذا الجهاز أو يخضع للعملية ويستطيع أن يمشي مجددا كما بقيت الأطفال يعني يامن بدي أختم معك شو بتوجه رسالي للناس للحكومة رسالتك الأخيرة أنا بدي أوجه رسالتي للحكومة لأي حدا بيحس أننا ما فيش فينا واجه يا عمي تخيل محل محل أبوي محل هذول الأميات محل أي حدا فينا حس اللي واجه اللي فيه مشانا لا الله والله تحبنا أنا تحبت خلص أنا بدي أضل كاعدة على الكرسي أنا بدي أقرص أطيب وأرمي هذا الوراي وتريح يعني أنا بروح فيه على المدرسة بدي أمشي زي هزي الأولاد اللي بيروح اللي أنا ممنوع أروح ليش؟ بل بسع كرسي بدي أمشي زي ما أنا وتمنعيني مش روضي يسوه لنا إيش ليه؟ لازم يعني توقف التحويل بشارة لأ الله سووا إشي منحك تجل المرضى تجل الواحد مرض سرطن في الدم مرض سرطن في أي شي منحك يصير معي يصير زي زي الإنسان العادي يزي ما أقسم بالله يعني صرت خلص بش كذا بدي أمشي زي ما أنا هذه نفسها تكبر تصير دكتورة هذا بدي يصير يكبر مع أخوتها بش مجنو حكو المرض يصير زي الإنسان العادي إيش داك تصير لما تكبر شرطي ليش شرطي كنت أفكرة شغلة حلوة بس من وراها الحكمة والله بس من وراها الحكمة والعادي بس من وراها الحكمة والعادي نابي هذه الكلمات التي والأمنيات جل أمنية يامن أن يمشي بثل زملائه في المدرسة أن يتخلى عن الكرسي المتحرك والجهاز الذي يعني يفترض بأنه يحتاجه هو موجود في المستشفى منذ العام 2019 لكن لا توجد تحويله كان يامن يريد أن يصبح شرطيا كانت أمنيته بأن يصبح شرطيا لكنه كما يقول مرأه من ممارسة الحكومة بحقه ومنع التحويلات عنه وعدم استكمال علاجه غير رأيه بهذا الأمر هذه مناشدة يامن وملاك وهاني وأهليهم باستكمال العلاج ليعيشوا حياتهم ويصبحوا ما يريدون